11 لنص النهار ديوان البزنس مع أنيس مرعي سيد المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعود جديد للبرنامج الاقتصادي للديوانة فم ديوان البزنس كل نهار سبت من 11 لنص النهار نحكيه في آخر الأخبار الاقتصادية في بلادنا شكرا لكم الفريق فاروق في الخراج اليوم أماني في الاعداد وحسام في الديجيتال نج متابعونا على يوتيوب على صفحة رسمية لديوانة فم على فيسبوك 83.5 على تونس 83.2 على سفيقس 106 نابل ولطن القبلي 89.1 على قبس اليوم بش نحكيه في العديد من الموافع ولكن حوار البرنامج بش نبدأو به على عكس العادة مع سيد محمد رقيق وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية بش نحكيه في آخر مستجدات قضية البنك التونسي الفرنسي البي افتي بعد القرار التحكيمي صادر البرح من قبل مركز التحكيم الدولي تابع للبنك الدولي والذي غرم تونس بمبلغ يزيد شوية على واحد مليون دينار نحكيه على مليار من المليمات مبلغ بعيد برشة على الذي تقدم 3-3 مليار ربما تسمع ربما أرقام أخرى خيالية من بعد سيد الوزير بش يتفضل بها دونك مباشرة نمشي الحوار البرنامج الانترفيو الانترفيو سيد الوزير مرحبا بيك شكرا على قبولك الدعوة يعطيك صحة مرحبا بيك سيانيس ومرحبا بي مستمعين ديواني فهم خليني نقول غمى ونزحت حمدو الله حمدو الله يمن المبلغ لحقيقة حكينا على 3-3 مليار هنا بش نرجع على الموضوع هذا قتلي فما مبالغ كبيرة وكبيرة جدا أخرى بعد سيدك بش تتفضل وتحكينا عليها لكن قبل ما نبدأ الحوار متانع لو تسمح سيد الوزير نمشيو نسمع التقرير هذا حول الموضوع منذ بداية هالنزاع اللي هو أقدم نزاع ونتكلم تحت رقابة سيدك معناها الدولة التونسية على المستوى الدولي موجودة فيه والحمدو الله يبدو أنه انتهى نسمع شنو اللي يتعدى من 1985 إلى حد البرح أعلنت وزارة أملك الدولة والشؤون العقارية البرح الجمعة 22 ديسمبر 2023 في بلغ لها أنه بمقتضى القرار التحكيمي الصادر في ملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي فأنه تم حسم الملف لصالح الدولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفحها حيث يتعين على الدولة التونسية دفع تعويض بقيمة 1.1 مليون دينار عوضاً عن 3.3 مليون دينار مع العلم أنه تونس أدينت من طرف مركز التحكيم في فترة سابقة لكن بقى القرار على مستوى قيمة الضرر الذي حدد من طرف هيئة الحقيقة والكرامة قيمة 3.3 مليون دينار كمصدر في تقريرها الختامي الصادر بالرائد الرسمي ويذكر أنه انهارت 3.1 مارس 2022 أعلنت تونس إفليس البنك الفرنسي التونسي وانتلاق فيما صارت صفيته لطيل ملف بجملة من الإجراءات القانونية والإدارية قضية البنك الفرنسي التونسي ترجع العام 1984 بقدوم رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار ABC عبد المجيد بودن التونس ومساهمته في رأس ميل البنك بما يعادل 5 مليون دينار وبعد اتهموه بمخالفة قانون الصرف وتم سجنه من بعد يوقع بودن اتفاقية صلح بينه وبين نظام بن علي عام 1989 بشغادة على إثرها السجن والبلاد التونسية في 2003 بودن يقدم شكاية ضد تونس لدى المركز الدولي للتحكيم لينطلق حينها النزاع التحكيم الدولي بتزامن مع إصدار تونس حكم قضاء غيابي ضده يقضي بسجنه 20 سنين وفي جولي 2017 أصدر المركز الدولي للتحكيم قرار يقضي بمسؤولية الدولة التونسية في الأضرار الحاصلة لاستثمارات شركة عبد المجيد بودن وتزامن هذا مع تحصله في نفس الوقت على عفو تشريع عام بمقتضى قرار صدر عن محكمة التعقيم بتونس اللي اعتبرت الحكم السابق في حقه بسجنه 20 سنين كان في إطار محاكمة سياسية من قبل قضاء نظام بن علي معتبرة أنه سلطة وقتها حرمت بودن من استثماره في البنك الفرنسي التونسي كان هذا تقرير مزال التقرير يقولولي مزال لا أفاة تقرير شكراً ليماني كسومة سيد الوزير نتصور أن نجينا على كل أهم الحقابات اللي تعاد بها القرار هباية أشو ريكسيون بتاعك ريكسيون بتالحكومة التونسية كيفاش نجم نقوله صحيح معانت بش نقول انه حمدوله هذا معانت مجهود بذلط الحكومة التونسية بجميع الأطراف المتداخلة من وزارة أملاك الدولة ووزارة المالية البنك المركزي وخاصة المكلف العام بنزاعات الدولة ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة باش وصلنا للنتيجة هذية اللي هي نتيجة إيجابية وبعيدة بارش على أرقام اللي كانت طالب بيها الخصيمة والحمدول لو قع انصاف الدولة التونسية والهيئة التحكمية تبنات الطلبات والنظرية اللي مشيت فيها الدولة التونسية من حيث طريق التقدير الضرار سيد الوزير هل هي باش نحكيو عليها بعد حين لأنه يجبنا نسبو الأمور هناك إدانة لتونس لأنه الدولة التونسية ودولة بن علي لفهم سبولياشيون معناها نحاد كمبليت موخذات ترقم عن الأسهم متاع الأدبيسي هذية دونك الشريكة متاع عبد المجيد بودن والسي كمبورتي سمحني في الكلمة كومنيتاف ويو لكن قدينت تونس ولكن بقي التقدير متاع الضرار هو اللي محل شك ومحل مزيدات ومحل ربما زادة حتى لعبة قضائية لأنه كان فما زادة ترفيع في البلافان بشي حاول هو ياخذ اللي يحب عليه هل هو عمل حكومة هذه أم عمل منتع الحكومات اللي كانت موجودة منذ النزاع سيد الوزير هو الحقيقة ما تهو عمل متراكم لكن المجهودات والنوعا ما الختام كان على يد الحكومة هذه وخاصة أنه تجانبنا السلبيات اللي كانت واقعة في الحكومات السابقة لأنه سيد هذية إنسان نافذ كان عنده طريقة للوصول للمعلومات كان يوظف حتى الإدارة التونسية وكان يجابها بنا بعديد الحجاج اللي هي وياخذها من صلب الإدارة التونسية أحنا في ظل الحكومة هذه جففنا عليها المنابع وجعلنا معناتها التطرق للملف يكون في إطار ضيق وفي كامل السرية بالتالي نقاط القوة اللي كانت عنده معناتها إسلب نهالو مما حاول نقاط القوة هذه إلى نقاط ضعف وخلينا معناتها نوصلوا للنتيجة هذية وعليش نعتبرها انتصار يقول قايل ماهو إلا فالأخر حكم بإدانة الدولة التونسية بيدف مبلغ مالي لكن بما أنه اجاوزنا مبدأ المسؤولية وتم بموجب حكم تحذيري اعتبار الدولة التونسية مسؤولة على انتزاع الأسهم من شركة أبي سي فأنه بصدور الحكم هذية وبقيمة المبلغ اللي هو مبلغ يعتبر معناتها ضعيف مقارنة بالمبالغ المطالب بها نعتبر أنه هذية انتصار للدولة التونسية كان هناك رقم قدم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وقت لسيد عبد المجيد بودن اخذي عفو تشريعي عام بعد الثورة وهذا كان عاون برشة برشة خاليني نقول ونكلم تحت رقابة سيادتك كان عاون برشة بش هو يحاول ياخذ حقه من الدولة التونسية ولكن ربما أخذ الحق فيه مغالات كبيرة زادة وفيه محاولة ربما لإضعاف المالية العمومية لأنه 3.000 مليار ولا 4.000 مليار مبلغ كبير برشة وهنا فما مسؤولية زادة السياسية من بعض الحكومات المتعاقبة اللي ربما يجي وقت آخر ونحكي فيها لكن الموضوع حكينا على 3.000 مليار لكن لم يقف الأمر عن 3.000 مليار يبدو أن طلبات الخصم كانت أكثر بهذا بكثير احنا تعرف سيانيسن في المادة القانونية نقول العبرة بالطلبات الأخيرة والطلبات الأخيرة للخصمة كانت 12 مليار دولار أي 37 ألف مليار من المليمات التونسية صحيح في المطلق كانت تطلب بيتهم 3.000 مليار لكن كل مرة نتقدمه في النزاع كل ما يزيد في طلب التعويضات إلى أن الرقم النهائي هو 12 مليار دولار اللي هي بالتونسي 37 ألف مليار من 37 ألف مليار تحكم له الهيئة التحكيمية بـ 1.162 مليار و 1.162 مليون يعتبر رقم بعيد برشا على طلباتهم وهذا اللي يخلينا أنكيفه الحكم التحكيمي هذية بانتصار قضائي للدولة التونسية 37 ألف مليار كان طالب محسوب 37 ألف مليار طحنا المليون دينار وهذا المليون دينار كيفيش مع أن توصلناه هو الرقم الحقيقي اللي حكمت به المحكمة هو 343 ألف دينار مع غرمات تأخير بـ 7.2% سنويا من 2007 إلى تاريخ صدور الحكم ثم بـ 7.2% سنويا كذلك من صدور الحكم إلى حين التنفيذ النهائي بعرض مبلغ 343 ألف دينار على الخبير المالي اللي كان يرافق الدولة التونسية في النزاع التحكيم هذية حسبنا 7.2% إلى حد الآن يعطيه مبلغ مليار و 162 ألف دينار سيد الوزير وسيادة كراشو القانون معناه هو محامي في الأساس هل يمكنه الطعن في قرار تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية للبنك الدولي؟ لهنا نجب نقوله فما مبدأ وستثناء المبدأ أن الحكم هذية هو حكم نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن بأي وجه كان سواء بالاستنافة أو بطريقة أخرى ما عدا طريقة استثنائية وهي الطعن بالإبطال تبقى للخسيمة الطريقة الاستثنائية هذه وفي أربع حالات الحالة الأولى هو وجود خلل في تكوين الهيئة التحكيمية الخلل الثاني هو الإفراط في السلطة الخلل الثالث هو معنتها ضعف التعليل والخلل الرابع هو الخطأ في الإجراءات والمس من البداية الإجرائية الأساسية مثل حق الدفاع وإحنا بطلعنا على الملف نعتبر أن الحظوظ هذية بالنسبة للخسيمة حظوظ ضعيفة ويسعب جدا أنها تتحصل على قرار إبطال من المتوقع أنها مش تمشي وباش تمارس حقها في الطعن هذية وهذية مش يكون فيما عدا يزمها تمارسه في ظرف 120 يوم من تاريخ صدور الحكم التحكيمي اللي هو اصدر بتاريخ الأمس دونك عندها الإمكانية هذية هذية حق يخوله لها الوريغلمون دولا سيردي دونك نتصور اللي هي باش تمارسه لكن احنا باش نواصل ومتابعتنا للمنف وماش نلاظه على حماية حقوقنا إلى آخر طور من أطوار التقاضي اللي هو كما قلت لا وجود للسناف لكن هناك طعن استثنائي هو الطعن بالإبطال لكن سيادتك تقول وأنه حظوظ ضعيفة وضعيفة جدا ضعيفة وربما اللي هي ستينافر دوفي بالنسبة لسعب مجيد بودن ما غير من شخص نو معناها العملية هذية نتصور وهو محامي أيضا وهو محامي يزينا نقول وهو محامي زادة نتصور وأنه باش نحكيه الكلفة ستكون مرتفعة أو هو ما حصل حد شي فينا الممكن واحد مليون دينار حكيه فرع بالنسبة للي صرفتها الشركة هذية والأطعاب المحامات كان نحكيه ونحن في حصة اقتصادية سيد الوزير السيد محمد رقيق وزير الملك الدولة وشؤون العقارية على اللي دفعته تونس بالنسبة للمحاكمين الدوليين وبالنسبة لمكتب المحامات الفرنسيا الذي باشر القضية من بدايتها إلى حد هذه الساعة قداش المبالغ أو دافع الضرائب قداش ادفع في العملية هذه بالنسبة لمكتب المحامات هو مكتب محامات فرنسي معزز بمكتب ولايات من الولايات الأمريكية المتحدة مع خبيرين خبير دولي وخبير تونسي مجمل هذه المصاريف 10 مليون دينار 10 مليارات 10 مليارات بفلوسنا من المليمات بالمقارنة مع أهمية النزاع والطلبات اللي كانت قدمت بها الخسيمة واللي كيما قلت وصلت 37 ألف مليار يعتبر مبلغ معقول جدا بالمقارنة ما تطلبه مكاتب المحامات الأجنبية في مثل هذه النزاعات هذا بالنسبة للمصاريف القضائية واللي هي تشمل مصاريف المحامات ومصاريف الخبراء طيلة مدة النزاع طيلة مدة النزاع واللي مكتب هذية معانتها صار له سنوات هو معانتها نعتبر لهو مبلغ معقول بالمقارنة مع ذخامة الطلبات وأهمية النزاع لو يجبنا نقوله زادة وأنه من 2003 والدولة التونسية قاعدة تدفع معنا مش مش نزيده ندفعه طوى 10 مليون دينا مع العلم أنه مكتب المحامات خالص في كامل مستحقاته في الفترة الأخيرة الخسيمة زادة طلبت بطلب استثنائي ما كنا زادة من الرد عليه وخلصنا مكتب المحامات ونعتبره خالصين في هذا المجال باش نحافظه على مستقية الدولة التونسية وهذا كان هو ديداننا في كامل أطوار النزاع التحكيمي هذا إلى جانب مكتب المحامات هناك المصاريف التحكيمية التي تدفع إلى مركز فضل النزاعات المركز الدولي لفضل النزاعات المتعلقة بالاستثمار السردي والتي قدرتها بحدود 2 مليون دولار يعني بفلوسنا 6 مليارات هذه تدفع مناسبة بين الخصيمة اللي هي لبيسي لبيسي سبقت المصاريف هذية وبقات مبلغ متخلف بذمة الدولة التونسية في حدود 785 ألف دولار يعني 2 مليار بخلاف المليار و 162 اللي لا ندفعوه لبيسي لا ندفعو لها 2 مليار أخرين نصيب الدولة التونسية المتبقي في مصاريف التحكيم معناها الكل في الكل محصوب 13 مليون دينار معناها تولي فريم متع المحكمين ومتع المحامات ومتع الخصيمة زادة والمبلغ متع التغريب وهذه سمحني سيانيس وقت اللي تشوفوا المصاريف القضائية من مصاريف المحكمين ووجور المحامات والاختبارات بالمقارنة مع المبلغ المحكم به يصبح المبلغ المحكم به مبلغ يعني زهيد في صالح الدولة التونسية مما يجعلنا نأكدو على تكييف الحكم هذية بانتسار قضائي للدولة التونسية في وقت ما كان هناك طرح لموضوع الصلح بين الدولة التونسية والصندوق الاستثماري الإنجليزي هذا الصلح لم يتم كان هناك خوف من قبل الجانب الآخر الخصيمة على أساس وأنه الصلح لن ينفذ في تونس اليوم إذا لو كان الشركة هذه عاودة تجد لتونس وقالت نحب ونمشيه في مطلب صلح ونحيه اللي فات الكل وربما نضخه أموال جديدة ونعاود ونخدمه على رواحنا من أول جديد في بنك ربما نمشع لروحه البي اف تي لكن اليوم نعرفه أنه كان تحت التوتالي هل الصلح ممكن اليوم مع الشركة هذه أو هذا قرار نهائي بالنسبة للدولة التونسية؟ ولا هو نظرياً الصلح هو جائز في كامل أطوار التقاضي ولو بعد صدور الأحكام لكن واقعياً ما نتصورش أنه ما زال عنده مجال علش ما عادش عنده مجال؟ لأنه احنا مدينا يدينا للخسيمة في فترة معينة عندما وقع تعليق إجراءات التحكيم ووقع اللجوء إلى الصلح لدى لسيسي مركز غرفة التجارة الدولية ومعانتها قمنا معانتها بفترة صلحية وكانت يدنا ممدودة وعطينا معانتها الضمانات الكل بيش نوصلوا لحل يرضي الطلافين لكن الخسيمة كانت ديمة معانتها فما تنكل فما معانتها مماطلة فما إيطالة للإجراءات وفما رفض لكل العروض اللي تقدمت بها الدولة التونسية مما أجبر يعني الهيئة التحكيمية اللي نظرت كم وصالح أنها معانتها تقضي بعدم إمكانية الصلح والرجوع إلى الطور التحكيمي دونك واقعيا الآن ما نتصورش أنه فما مجال للسلح خاصة وأنه كانت لاحظوا معانتها في الحكم التحكيمي الخسيمة ما معانتش الطالب بالإيكيفالون متاع الاستثمار يعني بملكية الحصص متاع الأسهم متاحة في شركة 15 مليون دينار متاع ألف وتسعمائة ومعانتش الطالب بالاستثمار أنها معانتها الطالب بملكية في البنك بل الطالب بتعويض دونك الهنا بما أنها الطالب بتعويض خلية التعويض متاحة دونك معانتش نرجع الصور أخرى من إمكانية الصلح اللي هي معانتها تعاود تستثمر وتعاود ضخ أموال نتصور هذية معانتها جاوزنا نحكيه على المبلغ الغرامة اللي هو 1.1 مليون دينار متى سيتم تأمينه وإبلاغه للخسيمة؟ أولا نتصور أنه دايك الخسيمة تقوم بالإجراءات متاحة نحن مستعدين باش نأملوا مبلغ ذي ومن مصلحتنا باش نأملوه لأنه كيما قلت المبلغ هو 343 ألف دينار بفائض 7.2 بالمئة سنوين إلى حين تنفيذ الحكم دونك ما هوش من مصلحتنا باش نزيد ونأخره دايك نفذوه في أقرب الأجال يكون من مصلحة الدولة للتونسية باش ما تقعدش يعني الفوائد تتراك مع الدولة ربما نحب نقول كلمة زادة فيما يتعلق بجهاز مهم ومهم جدا تشرف علي سيادتك بحكم أنك وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية هو جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة اللي هو محامي الدولة والجهاز هذي اللي هو جهاز إداري وليس جهاز سياسي قام بخدمة كبيرة برشا وحتى وقت اللي حاولوا بعض السياسيين أنهم يوظفوه لاعتبارات سياسية خاصة من بعد الثورة فما يكون وقف وفما يكون قلاء وفما يكون ربما دافع على تونس ونتصور أنه من بمبر هذية إذا ما نحييه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة سيد الوزير صحيح أحنا معنا نحاوي مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على كل مجهودات التي تبدلها سواء في هذا النزاع أو في جميع النزاعات لأنها تنظل على حماية حقوق الدولة أمام سائر الهيئات القضائية والتحكيمية معناش الملف التحكيمي هذية فقط عندما ملفات تحكيمية أخرى خاصة فيما يخص وزارة الصناعة ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة قاعدة تقوم بكل مجهودات بالاستعانة في بعض الأحيان بما كاد بمحامات سواء تونسية أو أجنبية وقاعدة معناش تتحصل على النتائج مهمة وفي الملف هذية بالذات الملف متاعلى بيسيه معناش كان العمل ليلة نهارا في بعض الأحيان باش نوصلوا في الأجال باش نعطيوا التقارير متاعنا باش نعطيوا أوجه الدفوع متاعنا ونحب نبين أنه في الحكم التحكيمي هذية المحكمة التحكيمية تبنت نظرية المكلف العام بنزاعات الدولة وخبير الدولة التونسية في طريقة التعويض أقصد طريقة التعويض اللي طالبت بها الخسيمة واللي هي الطالب بالإكيفالون دون بونك تقول أنا لو كنت موجودة راه وتوى الإكيفالون دون بيفتي هو بنك خاص مثل البنوك الخاص الموجودة في تونس هذية وصلنا باش فندناه وقلنا لا حتى على فرض الخسيمة عنده حق فأنه الحق هذا يكون في مبلغ القيمة الأسهمية للأسهم مع الفوأض وهو ما ذهبت إليه الهيئة التحكيمية وهو يعتبر انتصار لجهاز الدفاع الدولة التونسية الممثلة خاصة في جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومكتب المحامات الأجنبي نشكرك برشا سيد محمد الرقيق وزير الملك الدولة وشنون العقارية لإتاحة الفرصة لهذا الحوار يعطيك صحة لأفردت الدوانة فام بهذا الحوار الحصري في موضوع الحقيقة كان يمثل كابوس بالنسبة لبرشا توانسا برشا توانسا كانوا يتصوروا أنه سمعوا بـ 3000 مليار كهو مليكما سمعوا بـ 37 ألف مليار وحمد الله ربما على تونس هذا لا يعني وأنه تونس لم تدان لا تونس ودينات وربما زادا كانت فيما صورة غير طيبة بالنسبة للمستثمرين لتونس أنه يجيب فلوسه حتى ولو هو تونسي يعني يجيب فلوسه من برا ويجيب شركة من برا وبعد فمشكون دولة تأخذهم له هذا اللي كان موجود في وقت بن علي للأسف لكن الحمد لله في الوضعية اللي نحن فيها ووضعية المالية اللي نحن فيها ووضعية الصعوبات اللي نحن فيها إذا لو كان الدولة ما خدمتش على روحها يقول دولة دولة حكومات المتعاقبة اللي خدمت بضمير لا نحكيوش على الحكومة هذه أكهو كان جاءت لـ 3000 مليار أو لـ 5000 مليار كان مشكلة كبيرة وكبيرة جدا الحمد لله اللي وقفة الحكاية الهناء وإن شاء الله معناها في مواضيع أخرى يتسكر سعدوسي هذي يخلصوا ناس الكل ونجم نقول ربي يحمي بلدنا شكرا شكرا سيد نيس وحمد لله غمى ونزلت غمى ونزلت شكرا سيد الوزير محمد رقيق وزير الملك الدولة وشهون العقارية فاصل ونرجع معاكم باش نواصلوا البرنامج متاعنا صبح الخير تونس